تستكمل اليوم المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة وأعلن مصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري أكد لناظره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جرأ استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية وأكد المصدر استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة في ظل استضافة القاهرة لاجتماعات بمشاركة وفود من قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وأوضح المصدر أن مصر تواصل جهودا مكثفة مع جميع الأطراف لحتواء الوضع في قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر تحذر من تفاقب الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارة استهدفت منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة ما أسفر عن سقوط سبعة شهداء وأربعة عشر مصابا كما استهدف قصف إسرائيلي دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح الفلسطينية ما أسفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة البث الإسرائيلية وقوعا فجار كبير في سماء إيلات وأن الدفاعات الجوية تصدت له علقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل وأوضح مسؤول أمريكي أن سبب تعليق الشحنة جاء بعدما فشلت إسرائيل في معالجة مخاوف واشنطن إزاء خطة الجيش الإسرائيلي لاكتياح رفح جنوب قطاع غزة واتخذت إدارة بايدن هذا القرار عندما بدى لها أن إسرائيل على وشك أن تشن عملية برية كبيرة في رفح الفلسطينية وهو أمر تعارضه واشنطن دون خطة موثوقة لحماية المدنيين علنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن الجيش الأمريكي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة وأوضح البنتاجون في بيان أن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزئين بشكل آمن إلى موقعها المحدد واشدد البنتاجون على أن القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود بين الجانبين وأوضحت مصادر لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الخيام وكافر كلا وعيد الشعب جنوب لبنان كما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف عدة مناطق تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أبرزها منطقة المنارة ما أصفر عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي رفع تطبيق تيك توك وشركته الأم الصينية بايد دانس دعوة قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية لمنع قانون وقعه الرئيس جو بايدن من شأنه أن يقبر الشركة على بيع التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي وإلا سيتعرض للحظر ورفعت الشركتان الدعوة أمام محكمة الاستئناف الأمريكية التابعة لدائرات مقاطعة كولومبيا وقالتا أن القانون ينتهك الدستور الأمريكي لأسباب منها انتهاكه حرية التعبير الواردة في التعديل الأول من الدستور ورياضيا تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه بهدف دون مقابل على مضيفه باريس سان جورمان وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بفوز دورتموند بهدف دون رد ومن المقرر أن يلتقي دورتموند مع المتأهل من مواجهة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبارن ميونيخ الألماني التي تقوم اليوم في إسبانيا حيث انتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل بهدفين لكل منهما ترجمة نانسي قنقر